وفقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب محمد عبد العزيز أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بدرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطية مشيرا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وأن له الكثير من المردود الإيجابي البالغ على المستوى الدولي من جانبه وجه عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع النائب عاطف المغوري الشكر والتقدير للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانونيين مشيدا بجهودهم التطوعية في هذا الشأن التي أصفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدلة ترجمة نانسي قنقر